بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد في سلسلة فيديوهات الموسم الضريبي 2021 امبارح تمت ندوة مهمة جدا طبعا اللي قدلم الندوة ديت هو الدكتور صروت عبد الباقي والندوة دي طبعا كان عليها اخبال كبير جدا ويمكن معظم الناس وانا منهم ما قدرناش نخصش طبعا لاكتمال العدد ولكن انا على قناة الدكتور عرفان فوزي ودخلت طبعا شفت الندوة دي النهاردة صراحة الندوة دي ندوة مهمة جدا كلمت على كذا حاجة وكذا محور فاحنا هنغطي منها الجزء طبعا اللي هو كان عندنا فيه اسئلة كتيرة واللي هو نموذج اربعة والتسويات ده بالنسبة لي هيعتبر اهم جزء عاوز اناقشوا مع حضرتكم الندوة ابتدت طبعا ان الاستاذ صاروة تبتدى يتكلم على القانون 206 بسرعة جدا وقال كمان حاجة مهمة اوي لها علاقة بالاقرارات الربع سنوية قال يا جماعة خلوا بالكم في القانون 206 لما بيجي يتكلم على الاقرارات الربع سنوية هو يقصد بيها فقط اقرارات المرتبات او كسب العمل ولا يقصد بيها النمازج الخاصة ب41 لان النمازج الخاصة ب41 ما زالت كما هي تحت قانون 51 لسنة 2005 واللايحة التنفيذية بتاعته في المادة 59 الفصل الاول تحت الكتاب الخامس الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ويقضع عليها بقى المادة 59 والمادة 59 مقرر واحد واثنين وتلاتة اللي بتقول ان احنا يجب ان احنا نخصم مبالغ على اي شيء او قيم التعامل اكتر من 300 جنيه وبنسددها كل عام في اواخر ابريل ويوليو واكتوبر وانايد واخبار حضرتك ليه التلات شهور اللي قبل كده وطبعا الليحة التنفيذية استفادت فيه الكلام ده مش هنخش فيه مرة تانية فدي كانت اول حاجة تم يعني منقشتها في الندوة تاني حاجة وانا هستعرض هي الندوة طبعا ساعتين و17 دقيقة فاحنا يعني هستأذن ان احنا هنبتدي نجوب سرعة كده نعدي على اهم النقاط او اهم النقاط اللي موجودة طبعا هنا برضو الدكتور صروت ابتدى يستعرض الفروق ما بين نموذج 2 نموذج 3 نموذج 4 نموذج 5 ونموذج السداد وطبعا يمكن احنا كنا عملنا فيديو قبل كده وحضراتكم كنتم معانا فيه وتقدروا ترجعونه مرة تانية وطبعا هو قال ان احنا تركزنا الاساسي هنا هيبقى على نموذج 4 اللي هو اقرار المرتبات وده بيتقدم كل 3 شهور وبعدين اتنهل على طول بسرعة للبوابة الالكترونية وابتدى يورينا ده الشكل الجديد طبعا بعد التعديل نموذج 4 وتحميل التسويات ويمكن احنا برضو استعرضنا سوى الموضوع ده كتير قوي وبعدين ابتدى انه هو يقول اول حاجة هعملها عشان اقدم الاقرار هو ان انا انزل كويس التسويات طبعا التسويات زي ما حضراتكم عارفين احنا برضو كلمنا عليها قبل كده والتسويات السنوية الخاصة بالقطاع الخاص او اللي هما غير المطالبين تحت القانون المدني او القانون واختبار الحركة العاملين المدني لان خانون العاملين المدني طبعا بيخش في بعض الهيئات والمؤسسات وبعض الهيئات بخرارات وزارية ولكن بما ان احنا بنتكلم على القطاع الخاص فحضرتك هتروح تنزل التسويات الخاصة بالقطاع الخاص اللي هو الفترة الاولى والفترة التانية وزي ما احنا ورناكم هنا كده ارجع الوراء اللي هي تحميل التسويات الضربية غير الخضعين فترة اولى والتسويات الضربية غير الخضعين لفترة تانية غير خضعين ايه للخدمة المدنية او قانون الخدمة المدنية طبعا زي ما انا قلت ابتدى بعد كده لست سروة تتكلم على ان احنا اول حاجة نعملها يجب ان احنا ننزل التسويات وتنزيل التسويات ده هو اول حاجة نعملها في الاخرار طيب ليه ننزل التسويات ننزل التسويات عشان التسويات دي دلوقتي في الربع الرابع اصبحت ملزمة يعني ايه ملزمة يعني حضرتك وانت بتقدم اقرار الفترة الرابعة يجب انك ترفع معاه التسويات يجب ان انت ترفع معاه التسويات فبالتالي النهاردة هو مش مفصول يعني ايه مش مفصول يعني هنا تقديم الرابع والتسويات اصبحوا حاجة واحدة طيب انا النهاردة عشان ارفع نموذج اربعة وهو مربوط بالتسويات على الموقع بتاعنا اللي هو اللي احنا شغالين اللي هو e-service خلاص فهما مربوطين ببعض لازم يتقدموا مع بعض واخر مدة لتقدمهم هي واحد يناير كويس طيب والسداد بتاع التسويات اخر السداد بتاعه في 15 فبراير طيب انا خلي بالنا ان في حاجتين دلوقتي في الاقرار الربع سنوي وده سداده لازم يكون قبل 15 واحد طيب بما انه هم هنا مش فصلين الربع الرابع عن التسويات يعني يجب ان احنا نقدمهم مع بعض فحضرتك هتحسب الضريمة وتسددها قبل يوم 15 يعني اخر يوم ليك هو 15 وبعد كده هتعمل التسويات والاقرار عن الربع الرابع وتقدر حضرتك تسدد الجزء الخاص بالتسويات لغاية نص فبراير او 15 فبراير يبقى احنا اتفقناه السداد في 15 يناير ده الضريبة المستحقة عن الربع الرابع خلاص طيب بس الاخرار مش هترفع الا بالتسويات لانه مربوطين ببعض فاقدر مش هرفع الاقرار ولكن هستنى لغاية اخر شهر يناير هرفع الاقرار والتسويات بس على شرط ان يكون انا سددت طيب طيب لو التسويات فيها سداد يبقى السداد في خلال 15 يوم الاولانية من فبراير معلش انا بعيد الكلام كذا مرة لان دي حاجات مهمة وعاوزين ناخد بالنا وكان فيه جدل كبير قوي في الاجزاء دي لازم ناخد بالنا منها طبعا اللي بيقدم في كبار او متوسطي هيلاقي ان لا الربع الرابع بتقدم لوحده والتسويات لوحده طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي قالها الاستاذ صفوط الاستاذ زالصاروك هنا ان احنا كنا بديتكلم على كود الموظف ويمكن انا كنت نزلت برضو فيديو عن طيب كود الموظف ده هقدر اجيبه من التأمينات وكنا نزلنا شيد بتاع تأمينات حد من الزمله مشكورا شيره لا هو قال ممكن تحط كود من عندك انت بس تبقى ملتزم بالكود ده بعد كده يعني هتسمي مثلا عندي عشر موظفين واخد بالك بالالفابيتك مثلا بالأبجادي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة عشر فخلاص يبقى هو ده الكود اللي حضرتك هتستنم طبعا الرقم القومي مفيش مشكلة هيتحط رقم قومي الرقم التأميني لو مؤمن عليها يتحط مش مؤمن هنحطه صفر خلي بقى الحركة ما ينفعش تسيب حاجة في الشيط صفر ركز على الحتة دي كويس طبعا اسم الموظف الوظيفة مدة العمل طيب مدة العمل هنا جماعة احنا بنقدم تسويات عن النص الاول من العام والنص التاني من العام فيعني كده ان اقصى حاجة اقدر اكتبها في مدة العمل هي ست شهور هي ست شهور ليه؟ لان حضرتك هنا بتتكلم على تسويات اخص نص سنة فيبقى ست شهور او اقل ماشي؟ طيب المرتب الاساسي طبعا مرتب الاساسي مش محتاج ان انا يعني اشرح القصة طيب العلوات خاصة لو فيه مفيش صفر طبعا علوات خاصة بعد 13 صفر مكافئات وحوافز ما عنديش يبقى صفر برضو خلاص؟ طيب بعد كده عندي مزانة اخذية صفر منحه بقى طبعا يقول صفر اللي اللي ما عندوش اللي عندو طبعا هي ايه؟ هيحط الكلام ده طيب طبعا هنا بعد كده وصائق التأمين او جزء اللي بيتحمله صاحب العمل من وصائق التأمين على الحياة العامل بعد كده مبالغ اخرى مزايا اسهم رسم خدمة مبالغ منصرفة ارباح بعدين اجمال الدخل اللي هو مجموع كل اللي احنا حطناه هنا كده طيب بعد ما جبنا اجمال الدخل طبعا لو فيه مبالغ معفاة قوانين خاصة علوات خاصة طبعا زي ما تشايفين مفيش صفر برضو حصة العامل في التأمينات احنا هناك ما كتبناش ان فيه رقم تأميني بمعنى ان هو مش متأمن عليه اذا ما فيش حصة تأمينات انما لو فيه حصة تأمينات هنا هنحطها ل 11% من الاجر التأميني طيب لو فيه مدة تأمينية سابقة هنحطها الاعفاء الشخصي 3750 طيب منين 3750 طبعا حضراتكم عارفين ان الاعفاء الشخصي فيه النص الاول من السنة كان 7000 جنيه وفي النص التاني هو 9000 جنيه فحضرتك هنا بتنسب الاعفاء الشخصي ده كويس يعني ايه يعني حضرتك هتقول هو هنا في المثال ده كان نقايي الخمس شهور طيب يبقى 5 على 12 فيه 7000 جنيه او لو انا بعمل الجزء التاني يبقى 5 على 12 فيه 9000 جنيه وهكذا طيب بعد كده اشتراكات سنديق تأمين بعد كده مزايا اسهم راسب خدمة مبالغ منصرفة اجمالي الدخل كويس هنا الاعفاء الشخصي خلاص اللي اشتراكات الاعفاءات الاخرى ارباح وادي صافي الدخل زي ما حضرتكو شايفين بعد كده بشوف الوعاء السنوي بتاعي ايه هو الشريحة المعفاه مثلا سواء بقى 8200 15000 حسب طبعا الفترة اللي حضرتك ايه وبعدين اقدر بعد كده طبعا اخو احسب بقى الضريبة السنوية وضربة الفترة وبعد الخصم الضريبي اذا كان فيه خصم ضريبي ضريبة المسددة المستقطعة والفروق وبعد كده اسم الجهة التابع لها الايه الموظف دوي طيب حضرتك كده مليت التسوية زي ما حضرتك شوفت كده خلاص وسيفتها عندك على الجهاز بتاعك اذا هنبتدي نرجع للبوابة مرة اخرى ونبتدي نروح للجزء الخاص بناموذج اربعة وزي ما حضرتكو شايفين كده نموذج اربعة هنكتب طبعا بقى كل البيانات اللي احنا عارفين هدية وعملنا عنها فيديوهات قبل كده كود النشاط برضو اتفقنا مبارح يمكن نزلت فيديو حضرتكو تقدروا ترجعونه نجيب منين كود النشاط وللي عنده رقم الملف يقدر انه هو ياخد رقم الملف ويطلع منه الكود برضو زي ما شرحنا المرة اللي فاتت طيب بعد كده اجمالي عدد العاملين لو فيه اجمالي الأجور اجمالي الأجور لا هو رد الأستاذ صاروة وقال لا حضرتك فيه أجور أساسية ومتغيرة ولكن ما عندناش حاجة اسمها أجر وظيفي وأجري مكمل لان دول موجودين بس فقط للي خاضع للخدمة المدنية يعني حضرتك هنا هتكتب صفار في الأجر الوظيفي وهتكتب كمان صفر في الأجر المكمل وبعد كده او ممكن ما يبقاش عندك أجور متغيرة طبعا ما فيش مشكلة هتحطها برضو صفر يعني بس هو مفروض ده بحضرتك غير خاضع فعندك أجور أساسية ومتغيرة ده بالنسبة للضرائب يا جماعة أنا عارف والله ان التأمينات أصبح فيه دلوقتي فيش متغير وثابت لا فيه من واحد لسبعة ده موضوع أصدي من واحد ومئتين دلوقتي لسبعة وكذا لان احنا دخلنا في عشرين بس ده الفترة الجاية أنا بتكلم على آخر فترة في 2020 طيب وإجمال الضريبة المستقطاع الحركز تقطعها من العاملين ولو انت مسدد جزء هتحطه واخد بالك وهنعمل استمرار وهنكمل وهنروح للشاشة دي اللي هي بيانات المرتبات طبعا الثلاث فترات اللي قبل كده احنا ما كتبناش فيهم حاجة ولكن هنا هنبتدي نكتب فيه الفترة الخاصة ب الربع الرابع كويس وزي ما انتم عارفين كده حضراتكو ده اجمال المرتبات اهو الايمة رقم الكود الالكتروني وبرضو كنا عملنا فيديو هتلاقي حركة اسم المشكلات اللي قبلتنا خلال عشر بتيام الاولينية برضو بنقول رفعنا لينك حطناه في الديسكريبشن برضو بتاع الفيديو قلنا ازاي نجيب الكود الالكتروني وبعد كده بنبتدي نحط التواريخ لبعد كده النموذج ده يا جماعة او الشكل ده مش هيتملي غير في الربع الرابع فقط الربع الرابع فقط وبالتالي ده لو حريك بتعمل الربع الاولاني او التاني او التالت ما انتش ملتزم هتعمله كله صفار واخت بالحضرتك ومش هتستخدمه طيب اه كمان لو حريك بصيت كده على اول حاجة رصيد الضريب على المرتبات ضمن الارصدة ده هنا في 1-3-12 هو هنا بيتكلم طبعا على الرصيد اللي هيظهر في الميزانية اللي يخص السنة كلها اذا الصفحة دي هي صفحة سنوية وليست لها علاقة مباشرة بالربع الرابع فقط تمام طيب وطبعا زي ما حضرتكو برضو هتشوفوا هنبتدي نكمل البيانات دي اذا كان عندنا ما عندناش هيبقى فيه صفر برضو ويمكن برضو احنا كنا عملنا الكلام ده في فيديو اخر لو حضرتك عندك جهات خضعة هتعمل نفس الكلام اجر وظيفي واجر مكمل اذا كان يوجد عند حضرتك حاجة زي كده وهنتنقل بعد كده هيقول لي اه دي الشاشة يمكن الجديدة اللي احنا كلنا كنا بنسأل عنها اللي هي التسويات هيظهر لحضرتك شاشة زي دي هتختار منها هنا في عندي تسويات ضريبية غير خضعين فترة اولى وفترة تانية وطبعا خضعين فترة اولى وفترة تانية حضرتك هتختار في الاول الفترة الاولى وهترفع الExcel Sheet اللي احنا عملناه سوا تمام وانس ان حضرتك رفعت هتعمل طبعا هنا Choose File وتختار الفايل هيعمل Upload هيظهر هنا لحضرتك الاكواد وهيظهر لحضرتك هنا البيانات اللي انت دخلتها وهنعمل كده كمان مع التسوية بتاعة الفترة التانية لاني هنعمل كده تاني تمام طيب هنا هيظهر لي بعد ما عملت واخد بالحركة التسويات هنزل تحت شوية لقى العاملين غير الخاضعين هبتدي ابص ان الهنة ابتدى اترحل اللي كان موجود عندي في التسويات بالمنظر دوت ولو عندي طبعا خاضعين هيظهر برضو وبعدين هيجيلي في تحت كده لابن تشايفين بيان او بيانات اللي لازم اننا نعملها بيقول اجمال الضريبة المستحقة من واقع التسويات للخاضعين لخانون طبعا ده صفر لان احنا مش خاضعين اجمال الضريبة المستحقة من واقع التسويات السنوية العاملين غير الخاضعين ده اللي حضرتك طلعته في التسوية اجمال الضريبة المستحقة من واقع التسويات وده يا جماعة خلوا بالكم اجمال الضريبة المستحقة بص حضرتك كده إجمال الضريبة المسحقة من واجعة تسويات 25 ألف يعني ده 25 وده 25 طيب إحنا مسددين كام فهنقول كده أكمال الضريبة المسددة اللي أنا كنت حطيتها في البند 6 و40 وبرضه تقدر ترجع للفيديو اللي عملناه live إحنا طبعا هنا بنستخدم الماتيريا اللي عملها الأستاذ سروط لأن أنا من الناس وده يمكن هتكلم عليه في الآخر خالص في الآخر الفيديو بسرعة من اللي سلمت الإقرارات قبل ما يحصل التعديل فبالتالي عشان كده إحنا يعني بنبص على الكلام ده سوا هنا طبعا هو بيقول سر سروط يتم إدخالها في نهاية العام فقط وهي الفرق ما بين ما يكون يسدد شهري والمستحق وتكون التسوية حتى نهاية يناير وآخر أجل لسداد التسوية هو 15 فبراير بدون فويت يبقى حضرتك خدت بالك هنا أنت هنا ده آخر العام فقط وده مفروض أن أنت بتسدد شهري لكن الخاص أو إجمال الضريبة المستحق من وقع التسويات ده مفروض التسوية لغاية آخر يناير يبقى حضرتك عننا 15 يوم في فبراير طيب بعد كده هو طبعا رجع هنا السيد سروط بيتكلم تاني بقى النفس يعني طلب منه أنه يعيد تاني جزء ده فهو بيعيده مرة أخرى إحنا طبعا مش هنعمل كده إحنا بس ندي ملخص سريع للي تم إدخاله طبعا هو بعد كده السيد سروط بقى دخل في نموذك رقم 3 ولكن زي ما حضرتك شايفين نموذك 3 مش مختلف كتير برضو مأمورية وجهة عمل ورقم تسجيل بس هو شاشة واحدة أو شاشتين بس بيملى البيانات فيهم واخد بال حضرتك وبيشوف السداد إيه هو وخلاص بيبقى الموضوع انتهى مفهوش يعني أكتر من اللي إحنا يمكن بصينا عليه سوى طيب بعد كده اتنقل بقى السيد سروط لي موقع اللي هو البوابة الجديدة أو المنظومة الجديدة اللي هو eta.gov.eg وابتدى يشرح عليها كيفية تقديم الإقرار ولكن انت حضرتك كده على المنظومة القديمة انت حضرتك قدمت الإقرار بتاعك مفهوش مشكلة طيب بعض بقى الأسئلة المهمة اللي اتساءلت عشان ما طبق الفيديو بيتولش لحضراتكو أكتر من كده ولكن بعض الأسئلة المهمة وده طبعا أنا بنقله على برضو لسان الدكتور سروط والمشاركين في الندوة بعض الزملاء سألوا هل لو عندي عمالة معفية ما قدمش إقرارات قال لا نقدم صفري لو عمالة موسمية سواء مؤمن عليها أو غير مؤمن عليها لازم نقدم إقرار لأن الخضوع ملوش علاقة بالتأمينات طب لو أنا ما عنديش عمالة قالك ما تقدمش إقرار وده كلام صريح جدا الناس كلها كانت مختلفة حتى لما سألنا على المنظومة ويمكن برضو في الفيديوهات اللي قبل كده كنا أشارنا للكلام ده قالوا قدم لغاية لما تنزل اللايحة التنفيذية قدم صفري ولكن النهاردة السيد صروط بيقول المادة بتاعت القانون واضحة فما تقدمش إذا كان ما عندكش عمالة طيب كمان بيتكلم على أن رصيد ضربة المنتبات اللي إحنا كنا تكلمنا عليه فيه 31-12 يخص السنة ما يخصش نصف السنة ولا حاجة برضو الجزء الخاص بالأساسي والمتغير إحنا تكلمنا فيه وقلنا في الخدمة المدنية ما فيش أساسي ومتغير فيه وظيفي ومكمل بعض الناس سألت على الأكاونتات على المنظومة الجديدة دي هنبقى نعمل لها فيديو الوحد ولكن حضرتك كمحاسب تقدر تسجل تسجيل عادي والممول هو اللي يضيف حضرتك كوكيل برضو من الأسئلة المهمة اللي تسألت الجزء الخاص به يعني الربع الرابع بالنسبة لضريبة المرتبات طب بالنسبة لل 3 أرباع الآخرين اللي كانوا قبل الربع اللي هو من 1-1 يعني لغاية 39 قال لا القانون الإلزام فيه على الربع النهائي بالنسبة للإقرارات اللي هي الربع سنوية بالنسبة للإقرارات الربع سنوية طبعا برضو اتكلمنا في حتة النموذج 41 ما يخضعش المادة 31 بعض الناس سألت لو أنا قدمت على المنظومة القديمة وأنا كبار ممولين أو متوسطي أو كبار مهن قال لا لازم تروح الموقع الجديد وتقدم مرة تانية حد سأل برضو إذا كان فيه أخطاء في الربع الأول أو الثاني أو الثالث إذا كنت ملتزم في تقديم الإقرارات ينفع تعديله في التسوية قال لي أيوة ينفع تعديله في التسوية بعض الناس سألت على المساهمة التكافلية في التسوية الخاصة بالنصف الآخر من العام حسم القانون 170 قال إن هي تحسب وتدفع ولكن لا تعتبر من ضمن الاستقطاعات الخاصة بالمرتبات حاجة بقى مهمة جدا ويعني يمكن دي كانت تهمني جدا الناس اللي قدمت إقرار قبل يوم سبعة قبل تعديل الموقع وقبل طلب التسويات زي حالاتي كده والفيديو اللي احنا كنا عملناه سوا قال إن طبعا المصلحة على علم بالكلام ده وأن الدكتور صاروا بنفسه بيتابع وهيبقى فيه يا إما حل يا إما حد اقترح علي بقى من الزملاء وأنا أسعد إن أنا أقول عليه زميل يعني وأنا كنت المناقش الخارجي بتاعه في رسالة المجستير الأستاذ أحمد رفعة المحامي المحاسب وبرضو حد من الزملاء في إحدى مأموريات الضرائب الكبيرة يعني قال إن إحنا لو لآخر يناير ما حصلش إن حصل أي حاجة في المنظومة تخولنا إن إحنا نرفع التسويات هنعمل تسويات يدوية لحفظ حقنا حتى لو إحنا قدمناها في صورة إختار ولكن هنسلمها حفظاً لحقنا ولكن إحنا كده نعتبر سلمنا إلى أن تتخذ المأمورية أو وخبار حركة وزارة المالية يعني أي إجراء آخر معاد للإقرار والتسويق قولنا الكلام ده برضو السيد صاروة قال إن يعني بيفكروا لو حد عنده سيارة مثلاً ومؤمن على سواء أو حاجة زي كده فيجب إنه هو يكون يعني يقدم إقرار فبيقولوا لا يعني هيحاولوا إنهم يشوفوا طريقة بحيث إنهم يخفوا على الناس اللي بيحصل دوت على أساس إن يقدروا يخفوا عنهم الضغط شوية ده كان يعني ملخص سريع للندو اللي حصلت مبارح وكيفية تقديم التسويات يعني أتعشم إن أنا أكون غطيت كل شيء يعني بدون إخلال ولكن حاولت أختصر عشان الفيديو مايبقاش طويل متشكر لكم جدا وإن شاء الله يعني تتابعونا دايما شواء هنا أو على التليجرام أو على قناتنا على الفيسبوك متشكر لكم ونشوفكم في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر